بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات الميامين قال وأحسنوا ما قيل في توجيه إمكان الشرط المتأخر في الشرعيات ما عن بعض مشايخنا الأعظم قدس سره في بعض تقريرات درسه وخلاصته أن الكلام تارة يكون في شرط المأمور به وأخرى في شرط الحكم كان الكلام في موضوع الشرط المتأخر كغسل المستحاضة بالاستحاضة الكبرى أو الاستحاضة الكبيرة المصحح لصوم النهار الفائت ذلك الغسل الواقع في الليل الآتي المصحح للصوم الواقع والذي هو شرط في صحة الصوم الواقع في النهار الذي فاته أو مثلا كإجازة الإجازة في البيع الفضولي إجازة المالك في البيع الفضولي بناء على أنها كاشفة عن صحة المعاملة لا أنها ناقلة كما بينا في الدرس الماضي قلنا هنا وقع الكلام بين الأعلام في أن الشرط المتأخر هل هو معقول هل يمكن أن يكون أو لا يمكن أن يكون ذكرنا في الدرس الماضي أن من ذهب إلى استحالة الشرط المتأخر إنما قاس الشرط في الشرعيات على الشرط الواقعي المؤثر في الوجود ووجود الشيء المسمى أيضا بالشرط العقلي وأما بالنسبة إلى من ذهب إلى إمكان الشرط المتأخر فهناك توجيهات عديدة لإمكان هذا الشرط لأن الشيخ المضفر رحمة الله تعالى عليه يقول أن أحسن ما قرر في إمكان الشرط المتأخر هو ما يذكره عن بعض أساتذته ومشايخه والكلام في هذا التوجيه تارة يكون فيما إذا كان الشرط المتأخر شرطا في المأمور به يعني في الواجب وتارة يكون شرطا لنفس الحكم يعني لنفس الجعل سواء كان هذا الحكم حكما تكليفيا أو كان حكما وضعيا حكما تكليفيا كوجوب الصلاة أو حكما وضعيا كصحة البيع وما شابه ذلك أما بيان هذا التوجيه بالنسبة إلى المأمور به بالنسبة إلى الواجب يقول الشيخ أن مجرد كون الشرط الشرعي شرطا للمأمور به هذا لا يمنع من أن يكون شرطا متأخرا عن المأمور به إذا كان الشرط راجع إلى المأمور به إلى الواجب فإن هذا لا يمنع نفس هذا الأمر لا يمنع من أن يكون الشرط متأخرا أو كان مقارنا أو سابقا لا يمنع من ذلك لماذا؟ لأن معنى أخذ الشرط في الواجب يعني أخذ شرط في المأمور به هو أن يكون هذا الشرط محصصا لذلك لطبيعي الواجب محصص لطبيعي الواجب أخذ الشرط في الواجب أساسا أبدأ من الالتفات إلى هذه النقطة حينما نأخذ شرطا في الواجب فإن هذا الشرط دوره هو تحصيص الواجب يعني جعل الواجب طبيعي الواجب حصص فيها تمايز فيما بينها يعني مثلا عندنا طبيعي الصلاة عندنا طبيعي الصلاة إذا أخذنا فيها شرط الطهارة فإنه يحصص طبيعي الصلاة يعني تصبح لدينا صلاة بدون طهارة وهناك صلاة بطهارة فإذا اشترط المولى في الصلاة الطهارة مثلا فإنه هنا يكون المطلوب من الواجب هو خصوص الحصة المقيدة بالطهارة يعني خصوص هذه الصلاة التي تكون مع الطهارة أما إذا كانت الصلاة بدون الطهارة فإنها لا تكون مطلوبة عند الشارع وهكذا بقية القيود ومن الواضح أو الشرائط ومن الواضح أنه بناء على ذلك إذا كان الدور الشرط هو مجرد تحصيص الواجب وجعله حصاص ويكون المطلوب هو حصة خاصة لا أن الشرط دوره هو أنه جزء العل في وجود المشروط وإنما هو دوره تحصيص ذلك الواجب وجعله حصاص وأقسام وبالنتيجة يكون المطلوب هو خصوص حصة معينة أو خصوص قسم معين فإنه ذلك لا يمنع من أن يكون الشرط سواء كان متقدما يعني سواء كان المولى يشترط الواجب بأن يكون فيه شرط متقدم عليه أو مقارنة له أو حتى لاحقا به فإنه هنا كما أن مثلا أن المولى له أن يشترط الحصة الخاصة أو يطلب يكون المطلوب عنده الحصة الخاصة من الصلاة وهي تلك الحصة المشروطة بالطهارة يعني المقترنة بالطهارة كذلك يمكن أن يطلب مثلا من المستحاضة بالاستحاضة الكبيرة أن يطلب منها الصوم في ذلك اليوم لكن أي صوم لا مطلق الصوم لا طبيعي الصوم وإنما تلك الحصة الخاصة من الصوم التي خصوصيتها أن هذا الصوم يكون ملحوقا بالغسل في الليل يكون الصوم ذلك الواجب أنها تأتي بالصوم لكن الصوم الذي يلحق يكون ملحوقا بالغسل في الليل فإن الغسل في الليل هنا في الحقيقة دوره ليس هو إيجاد أو تحقيق الصوم في النهار وإنما دوره تحصيص الصوم في النهار جعله حصاص هناك صوم في هذا اليوم ملحوق بالغسل وهناك صوم غير ملحوق بالغسل ما يريده المولى هو الحصة الأولى لا الحصة الثانية يريد الحصة التي يقع فيها الصوم في ذلك اليوم لكنه ملحوق بالغسل في الليل ففي الحقيقة النقطة هنا المهمة في هذا التوجيه هو أن نقول أن الشرط الشرعي في الواجب في المأمور به إنما هو دوره ليس تحقيق المأمور به وإنما دوره هو نعم تحصيص أما نعم إذا كان الشرط دوره يعني هو إيجاد الواجب يعني تحقيق وجود الواجب خارجين يعني يكون كالشرط الخارجي من قبيل مثلا أن لو قلنا أن هذا الشرط في الصوم المستحاضة بالاستحاضة الكبيرة أنها تغتسل في الليل الآتي للنهار إذا كان هذا الشرط ليس دوره فقط مجرد التحصيص تحصيص الصوم وإنما كان دوره إيجاد الطهارة المقارنة لذلك الصوم يعني لا بد أن يكون الصوم في ذلك النهار صوما عن طهارة وهذه الطهارة إنما توجد كيف توجد بالغسل في الليل فمن الواضح أن هذا غير ممكن لا يمكن أن يكون إذا كان الشرط هدفه يعني هو إيجاد أو تحقيق شيء خارجي يعني تحقيق شرط من شرائط وجود الواجب خارجا فإن هذا غير ممكن لأنه يصبح كالشرط الواقعي الذي يكون هو جزء من علة الشيء طبعا وكما هو واضح وضحنا أن خلاصة هذا التوجيه هو أن المولى حينما يشترط يجعل شرطا في الواجب يعني في المأمور به يكون المقصود والمستظهر من مثل هذا الخطاب الذي يشترط فيه شرط معين في الواجب وخصوص أن المطلوب هو خصوص تلك الحصة الخاصة لا الطبيعي طبيعي ذلك الواجب طيب ما هذه الحصة الخاصة؟ تارة هذه الحصة الخاصة تكون مشروطة بشرط قبلها مشروطة بشرط معها مشروطة بشرط بعدها فإنه هنا لا إشكاله ولا ريب في إمكاني ذلك وأما إذا رجع الشرط إلى الحكم يعني إلى نفس الجعل إلى نفس الوجوب مثلا طبعا سواء كان حكما تكليفيا كوجوب الصلاة قلنا أو حكما وضعيا كصحة البيع أو الجزئية الجزئية أو مثلا النكاح الطلاق على أي حال كل هذه الأحكام أحكام وضعية هنا إذا كان الشرط شرطا للحكم قلنا سابقا أو أشرنا أن الحكم عادة يكون أو الجعل يكون على طبق أو على نحو القضية الحقيقية هذا متفق عليه تقريبا بين علماء الأصول أو المتأخرين منهم أن الحكم الشرعي يكون مجعولا على نحو القضية الحقيقية ومعنى كونه مجعولا على نحو القضية الحقيقية هو أن يكون الموضوع بتمام شرائطه بتمام أجزائه مفترض الوجود لا أن وجوده لا بد أن يكون فعلا متحقق وإنما المولى نفس الآمير نعم يجعل شرائط مجموعها تكون موضوع الحكم كما ذكرنا ذلك سابقا يعني موضوع فعلية الحكم إلا أن هذه الشرائط تكون مأخوذة على نحو الافتراض يعني يفترض المولى تحقق مثل هذا الشرط فيجعل الحكم على طبقه فهنا في الحقيقة تحقق الشرط في مقام الجعل يعني إذا أراد المولى أن يجعل الحكم الشرعي فتحقق الشرائط تكون على نحو الافتراض لا يشترض أن تتحقق الشرائط بالفعل حتى ماذا حتى المولى يأتي ويجعل الحكم الشرعي لا الجعل موجود منذ أن الله سبحانه وتعالى منذ أن جعل تلك الأحكام الشرعية في عالم الجعل وقد أخذ المولى حتى قبل زمان فعلية الشرعيط يعني مثلا قضية إيجاب الحج مثلا الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يعني جعل الاستطاع شرطا في وجوب الحج لا يجب الحج على المكلف إلا إذا كان مستطيعا ولكن هذا الجعل طبعا قد صدر من المولى سبحانه وتعالى في زمان حتى لو لم يكن هناك أي شخص مستطيع افترض المولى المستطيع قال إذا كان هناك يعني كما يذكرون أن القضية الحقيقية في حقيقتها ترجع إلى قضية شرطية إذا وجد المستطيع فيجب عليه الحاج إذا كان الأمر كذلك أن الشرائط تكون مفروضة الوجود إذا كانت مفروضة بالفرض لا متحققة فعلا في الواقع حتى يتحقق الجعل وإنما مفترضة فالافتراض كما يمكن أن يكون بالنسبة إلى الشرط المتقدم أو الشرط المقارن كذلك يمكن أن يكون بالنسبة إلى الشرط المتأخر فيمكن للمولى أن يجعل الحكم في الشرط المتأخر على ذلك الموضوع المقيد بقيد متأخر ولكن المولى أخذه مفروض الوجود مفترض الوجود افترض وجوده بعد وجود موضوعه طبعا بعد وجود موضوعه فحكم على طبقه يعني مثلا حينما يحكم المولى بالملكية مثلا كحكم وضعي في العقد الفضولي طبعا بناء على كون الإجازة كاشفة لا بناء على كونها ناقلة فإن المولى هنا من حين العقد من حين تحقق العقد وهو موضوع الحكم حكم بالملكية المولى حكم بالملكية ولكن هذه الملكية مشروطة بشرط متأخر ما هو هذا الشرط المتأخر؟ هو إجازة المالك في مثل هذا العقد الفضولي فهنا المولى افترض أن الإجازة متحققة لا يشترط أن تكون الإجازة متحققة واقعا في الخارج افترض أن هذه الإجازة متحققة ولما افترض أن تلك الإجازة متحققة خارجا جعل الحكم على ذلك الموضوع الذي هو مفترض التحقق وشرائطه مفترضة التحقق فيمكن أن يحكم المولى بالملكية من حين البيع البيع الفضولي ولكن هذه الملكية مشترطة بإجازة المالك بعد ذلك ولذلك يقولون هذه الإجازة لما يجيز المالك هذا الأمر يكشف عن أن المولى قد حكم بالملكية من حين العقد تكون الإجازة كاشفة عن تحقق الملكية من ذلك الزمان طيب هنا قد يكون هذا المعنى فيه النوع من البعد عن الذهن ذهن الإنسان فلأجل تقريب ذلك إلى الذهن ينظر له يعني ويقايس على أمر آخر هو مسلم وواضح لداء الذهن مثلا عندنا في المركب إذا كان الواجب مركب من أجزاء وهذه الأجزاء لا تؤتاد دفعة لا يمكن الإتيان بها دفعة واحدة وإنما هو ماذا تدريجي يعني يحصل جزء ثم بعد ذلك يحصل جزء ثم بعد ذلك يحصل جزء وهكذا مثل من قبيل الصلاة مثلا الصلاة مركب وحصول أجزاء الصلاة يكون بنحو تدريجي لا بنحو دفعي هنا مثلا أولا يكبر تكبيرة الإحرام ثم مثلا يقرأ ثم بعد القراءة يركع ثم بعد ركوع السجود ثم بعد السجود مثلا يبدأ بالركعة الثانية وهكذا فأجزاؤها تدريجية طيب الجزء الأول من الصلاة الجزء الأول من الصلاة واجب بالتأكيد مثلا لو كان الجزء الأول هو تكبيرة الإحرام مثلا تكبيرة الإحرام واجبة في الصلاة بنفسها واجبة أنها جزء من الصلاة ووجوبها مشروط بماذا مشروط بمثلا شراء التكليف مثلا العقل أن يكون الإنسان عاقلا وإلا إذا لم يكن الإنسان عاقل لو كان الإنسان مجنونا لما وجبت عليه الصلاة ولما وجبت عليه تكبيرة الإحرام باعتبارها أنها الجزء الأول من الصلاة فهنا هذا الشرط لا بد أن يبقى إلى آخر إلى تحقق آخر جزء من أجزاء الصلاة يعني لنفترض أنه لو كان آخر جزء من أجزاء الصلاة هو التسليم هنا أيضا التسليم سيكون مشروطا بماذا؟ مشروطا بأيضا العقل والبلوغ والحياة وما شابه ذلك فلو أن الإنسان في أثناء الصلاة أصيب بالجنون مثلا يعني قبل أن يتم بالصلاة أصيب بالجنون فلاحظوا إذن هذا شرطية العاقل بالنسبة إلى الجزء الأول وهو التكبيرة لا بد أن تستمر هذه الشرطية إلى آخر جزء من أجزاء الصلاة فإذا كان قبل الجزء الأخير من الصلاة قبل التسليم مثلا أثناء التشهد مات الإنسان أو جن الإنسان لكشف هذا عن أنه أصلا الوجوب لم يتعلق بتكبيرة الإحرام لم يتعلق الوجوب بتكبيرة الإحرام من الأول فهنا تكون تكبيرة الإحرام مشروطة في وجوبها بأن يكون الإنسان مستجمعا لشرائط التكليف مثلا إلى آخر جزء من أجزاء التكليف وكذلك الإتيان أيضا مشروطة بالإتيان بجميع تلك الأجزاء حتى آخر جزء من أجزاء الصلاة قال حكم يعني الوجوب سواء كان تكليفيا أم وضعيا تكليفيا كوجوب الصلاة أم وضعيا كصحة البيع مثلا أو صحة الصوم بالنسبة إلى المستحاضة بالاستحاضة الكبيرة أما في شرط المأمور به يعني في الواجب فإن مجرد كونه شرطا شرعيا للمأمور به لا مانع منه لماذا؟ قال لأنه يعني لأن كونه شرطا شرعيا للمأمور به معناه ليس معناه إلا ماذا؟ إلا أخذه قيدا في المأمور به على أن تكون الحصة الخاصة من المأمور به هي المطلوبة يعني هذا الشرط يكون محصصا لطبيعة الواجب لطبيعة المأمور به وكما يجوز ذلك في الأمر السابقي يعني في الشرط أو في القيد السابق والمقارن فإنه يجوز في اللاحق بلا فرقين نعم إذا رجع الشرط الشرعي إلى شرط واقعي كرجوع شرط الغسل الليلي للمستحاضة بالاستحاضة الكبيرة إلى أنه رافع يعني الغسل رافع للحدث في النهار يرفع الحدث في النهار؟ لا كيف يرفع الحدث في النهار؟ وهو يؤتى به في الليل فإنه يكون حينئذ واضح الاستحالة كالشرط الواقعي بلا فرق نعم إذا كان الغسل في الليل الغسل الليلي راجع إلى تحصيص الصوم النهاري بأن كان المطلوب هو الصوم في ذلك النهار لكن لا أي صوم وإنما الصوم المتبوع بالغسل في الليل فإذا مثلا صامت في ذلك النهار ولم تغتسل بالليل لم تأتي بالمطلوب به لأنها لم تأتي بشرطه المحصص يعني لم تأتي بتلك الحصة المطلوبة فإنه يكون حينئذ واضح الاستحالة كالشرط الواقعي بلا فرق وسر ذلك أن المطلوبة لما كان هو الحصة الخاصة من طبيعي المأمور به فوجود القيد المتأخر لا شأن له إلا الكشف عن وجود تلك الحصة في ضرف كونها مطلوبة يعني حينما تأتي مثلا هذه المستحاضة بالغسل الليلي هذا غسلها يكشف عن أن ذلك الصوم في زمانه من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس في ذلك الزمان الذي يكون مطلوبا فيه تكشف عن أن الحصة الخاصة في ذلك الزمان هي متحققة لأنها قد تبعت وقد تليت بالغسل الليلي قال فوجود القيد المتأخر لا شأن له إلا الكشف عن وجود تلك الحصة في ضرف كونها مطلوبة كما قلنا بالنسبة إلى الصوم ضرف مطلوبية الصوم هو من الفجر إلى مغيب الشمس ولا محذور في ذلك إنما المحذور في تأثير المتأخري في المتقدم وأما في شرط الحكم كشرط الوجوب مثلا سواء كان الحكم تكليفيا أم وضعيا فإن الشرط فيه معناه أخذه يعني أخذ الشرط مفروض الوجود اعتبار أننا ذكرنا سابقا أن الأحكام الشرعية تكون مجعولة على نحو القضايا الحقيقية والقضية الحقيقية هي القضية التي يكون موضوعها مقدر الوجود ومفترض الوجود معناه أخذه مفروض نعم مفروض الوجود والحصول في مقام جعل الحكم وإن شائه وكونه مفروض الوجود لا يفرق فيه بين أو لا يفرق فيه بين أن يكون متقدما الشرط يعني أو مقارنا أو متأخرا كأن يجعل الحكم في الشرط المتأخر على الموضوع المقيد بقيد بقيد أخذه مفروض الوجود بعد وجود الموضوع ويتقرب ذلك إلى الذهن بقياسه على الواجب المركب التدريجي الحصول التدريجي الحصول فإن التكليف كالصلاة كما قلنا مركب من أجزاء وهي تدريجية الحصول لا أن جميع الأجزاء تحصل دفعة واحدة أو كالوضوء أيضا نفس الشيء فإن التكليف في فعليته في الجزء الأول وما بعد الجزء الأول يبقى مراعا يعني وجوب مثلا الوجوب في تكبيرة الأحرام في القراءة في الركوع في السجود وما شابه ذلك يكون هذا الوجوبه مراعا إلى أن يحصل الجزء الأخير من المركب وقد بقيت إلى حين حصول كمال الأجزاء تمام الأجزاء بقيت ماذا؟ شرائط التكليف من الحياة والقدرة والعقل والبلوغ ونحوهما طبعا البلوغ إذا حصل لا يفقد وإنما العقل يمكن أن يكون يفقد وهكذا فهنا بناء على هذا الكلام يكون الجزء الأول مشروطا بشرط متأخر كأنه يعني مشروط بشرط متأخر وهو حصول الجزء الأخير مع الحفاظ على تلك الشرائط شرائط التكليف حتى في الجزء الأخير وأما لو ارتفعت تلك الشرائط حتى وإن كان المكلف في الجزء الأخير فهذا يعني أن أصلا أن الجزء الأول لم يكن واجبا على الإنسان يكشف عنه أن الجزء الأول وهو التكبير لم تكن واجبا على الإنسان منذ الأول لأن الصلاة مجموع واحد وإن كان مركبا من الأجزاء ولكن الواجب هو المجموع المجموع فيها لا أن كل جزء جزء واجب يليست كالصوم نعم الصوم مثلا إذا صام اليوم الأول فإن صيام اليوم الأول غير مشترط بصيام اليوم الثاني والثالث وهكذا إلى آخر يوم بأن يكون ذلك الصوم مستجمعا لشرائط التكليف لا إنما الكلام في المركب من أجزاء ويكون على نحو كما ذكرنا سابقا يكون على نحو العموم المجموعية يعني أن جميع أجزاء الصلاة واجبة بحيث أن الجزء يعني لا يتحقق نعم لا يتحقق امتثال لأي جزء من الأجزاء إلا بامتثال جميع الأجزاء وهكذا يفرض الحال فيما نحن فيه فإن الحكم في الشرط المتأخر يبقى في فعليته مراعا إلى أن يحصل الشرط الذي أخذ مفروض الحصول فكما أن الجزء الأول من المركب التدريجي الواجب في فرض حصول جميع الأجزاء يكون واجبا وفعلي الوجوب من أول الأمر لا أن فعليته تكون بعد حصول جميع الأجزاء وإنما هو واجب منذ أول الأمر وإلا كيف يأتي المكلف ويمتثله يجب على المكلف امتثاله من أول الأمر وكذا باقي الأجزاء لا تكون فعليتها بعد حصول الجزء الأخير بل حين حصولها تكون فعلية ولكن في فرض حصول الجميع هذا لكن يبقى ينتظر حصول جميع الأجزاء فكذلك ما نحن فيه يكون الواجب المشروط بالشرط المتأخر فعلي الوجوب من أول الأمر في فرض حصول الشرط في ظرفه يعني في ظرف حصول الشرط لحينما يحصل الشرط لا أن فعليته فعلية الوجوب تكون متأخرة حين الشرط إلى زمان الشرط لأن فعلية وجوب الشرط مثلا أيضا لا تكون حين فعلية الشرط وإنما من أول الأمر هذا خلاصة رأي شيخنا المعظم ولا يخلو عن مناقشة والبحث عن الموضوع بأوسع مما ذكر لا يسعه هذا المختصار كأن الشيخ لديه بعض الإشكالات على كلام أستاذه هذا ولكنه يترك هذه الإشكالات والمناقشات باعتبار أن الكتاب موضوع للطلبة المبتدئين في علم الأصول فلا يناسب أن تذكر تلك المناقشات لما فيها من التطويل وقد يكون فيها من الدقة التي قد يصعب فهمها على الطلبة المبتدئين في علم الأصول المقدمات المفوتة إن شاء الله تأتي في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن لمبي أجل وأوسع أمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ترجمة نانسي قنقر